مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحوال التقس المرتقبة لنهار الغد فالأجوة ستبقى متقلبة أمطار غير مستبعدة على سوحل الوسطى والشرقية تقسي تحسن تدريجيان برداء من ظهيرة الغد بحول له نشاط ردي على المرتفعات الداخلية لكن دائما سيبقى مرفوق ببعض الأمطار بشمال الصحرى ومنطقة الوحاد مع خلايا رادية منعزلة بأقصى الجنوب الجزائري مرتفعات الهجار والتاسري زوابع راملية موسمية بشمال الصحرى مناطق الجنوب الغربي للوطن وحتى بالصحرى الوسطى خلال هذه الليلة ولصباح تلغى درجات الحرارة الدنيا لنت تعدى 20 درجة بالمدن السحلية 12 درجة بالجلفة والبيض 13 بالتيرت 14 درجة ببتنة 15 درجة بقسانطينة وسطيف لنت تعدى 20 درجة بشمال الصحرى 27 درجة بإليزي 29 درجة بإنصالح 30 درجة بأدرار إنقزام 24 بتامنراسة 25 درجة بيتين دوف لتقارب 31 درجة ببورج بجي مختار ظاهرة الغد بحلولة سيكون في استقرار لدرجات الحرارة القصوى بالشمال وبالجنوب إذن لتقارب 30 درجة بعنابس كيكدات 29 بالجزائر العاصمة 27 بتزيوزو وهرعنا مستغى 24 درجة ببتنة 19 بالجلفة 18 درجة بيالبيض لنت تعدى 32 بشمال الصحرى 40 درجة بإليزي 42 درجة بصحرى الوسطى لتقارب 41 درجة كلما تجهنا نحو أقصى الجنوب الجزائري للملاحة والصيد البحري فالبحر سيبقى مضطرب على طول الشريط الساحري سرعة الرياح لتقارب 50 كم في الساعة على السواحلة الغربية ستشتد أكثر على السواحلة الوسطى وشرقية لتقارب 60 كم في الساعة شرق الشمس لخاصة الجزائر العاصمة وضوحيها دينهار الغد سيكون في حدود الساعة السادسة صباحا 38 دقيقة عنوين مصلحات أرصاد الجوية تبقى دائما في الخدمة أشكركم على المتابعة وفي أماني